تعالوا دلوقتي نعمل كرب القطايف هاوريكم ما هو كرب القطايف عشان نهرب من وصفة القطايف ها هو خليمشي للسبانخ كرب القطايف بكل بساطة هو كرب عجينة الكرب اللي انا باعتمدها دايما شكلناها سوانطوطة وحشناها الحشوة اللي احنا بنحبها هبصوا كرب قطايف شايفين وسهلة وما بتبوزش وما بتلزقش والنهاردة هنختار الكرب ميكر من ميانتا كده احنا ضمننا انها نونستيك هحضر معاكم بس هنا من باقي العجينة هنعملها مع بعض باقي العجينة اللي حضرتها الصبح وناخد معلقة لانه احنا مش هنحتاج الاداة اللي بتيجي معاها دي دي علشان نفردها بشكل كبير كده لا احنا نحتاجينها صغيرة بيدنا معلقة وعلي الحرارة تاني عشان الكرب يلزق لانه الكرب من الحاجات اللي بتقرمش مش هنعرف نلزق اطرافه هنتخنه شوية ومش هنسويه قوي هنخليه اشقر فاتح واريكم لحد ما دي تسخن اصدق ايه باشقر ده كرب القطايف بصولونه منسيبه اشقر بالتالي بصوا ده معمول من الصبح طري وحيلزق معانا لو حمرنا زي دي انا سيبالكم دي بس عشان تشوفه لو عملنا الكرب العادي ده بصوا اطرافه استحالة تلزق فهنعمله الحجم الصغير دلوقتي مع بعض معلقة ونحطه بحاجة نصوب منها اهو الحجم ده وبعدين بالمعلقة نوسعه شوية هتشوفه قد ايه نمسك هشيلها بايدي مش محتاجين نطلعها باي حاجة اهو انا النهاردة اخترت احشيها لكم اشتا اللي هي المعلبة العادية وهحط معاها برضو كريمة الفصدق ده الابشن يعني مش اي حشوة القطايف هتنفع بصوا هنا بس ركزوا معايا بتنشف بس الحتة اللي هي فوق دي تبتدي تنشف والاطراف اهي تخينة زي ما انتوا شايفين خلاص دي كده خلصت شايفين دي هنعرف نلزقها اهو بصوا تلزق معانا بكل سهولة كريب القطايف اللذيذ ودي كمان خلاص هتنحطهم هنا ودي فضل لها تك وعايز احشي معاكم اتنين واقولكم حشوة النهاردة اللذيذة اللي تجربوها واريكم طب هنأكلهم كده ناين هاتوا ناخد من اللي حضرناهم الصبح هاخد شوية من القشطة معلبة ممكن تحشوها اي حشوة تنفع القطايف شوية زبدة الفصدق عليها شوية فصدق برضو اهو وسوها تقفل ازاي ترارارا يا رأيكم سهلة سهلة جدا جدا طيب القطايف بتتعمل في بلاد الشام يا اما في الفرن يا اما بتتقلي غالبا تبقى في الفرن احنا النهاردة هنشوح القطايف قطايف الكريب دي اللذيذة هنعمل ايه هناخد حتة زبدة برضو على هنا على الكريب ميكر منيانتا نحطها هنا وناخد القطايف الكريب اللي حضرناها لحد ما نديها لون ده بحلو نوزع الزبدة كويس ايه رأيكم بالفكرة يا كنترول لذيذة عجينة الكريب بقى سهلة جدا عملناها قبل كده لما عملت حلقة الكريب الحلو الحادق وعملناها على شكل مربعات كده قفلناهم هي ايه عجينة الكريب اللي عندنا كنترول هنلحق قبل الفاصل نعنى وقت قد ايه طيب هي اسهل من انه تحتاج دقيقتين ليه بقى احفظوا معايا وبتنزل المقادير تحت الحلقة على اليوتيوب هنستخدم برضو خلاط ميانتا واحسن حاجة للكريب الخلاط كبيتين من اللبن الحليب عليهم كباية وتلاتة اربع دقيق نفس الكوب المعياري تعال حلويات كباية وتلاتة اربع دقيق عليهم بيضة وزيت خلنا احط البيض الاول طيب لما نضيف البيض انا يوميها ضفت خل ليه بقى علشان كنا عاملين حلو وحادق بس اكتشفت انه الخل بيضيع زفارة البيض وما بديش اي مزازة هنحط معلقة خل كبيرة ومعلقتين زيت وبكده الوصفة تبقى خلصت واحد ومعلقتين زيت نباتي واحد اتنين لو حادق هتحطو لها رشة الملح بكل بساطة هنخلطها وبس خلصنا بصو شايفين قوام الكراب هحطو في نفس خليني اجيب بس العجينة القديمة تعالوا هنا نشوف قوامه لازم يبقى خفيف بصو ده قوام الكراب بيرفكت اذا كبايتين لبن كباية و3-4 دقيقة بيضة معلقتين كبار زيت معلقة خل وبس تعالوا نقلب دول بقى الله بصو على الحلو اين الملقات بصو انا حنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل يكونوا تحمروا من ناحية التانية تحفة شايفين القرمشة عشان كده ما حمرناهمش في الاول استخدمنا الكريب ميكر عشان نعمل الكريب وعشان كمان نسوي الكريب طعم الزبدة معاه هايل يلا نطلع فاصل ونرجع نقدم الطبق الحلو ده وكمان نعمل سلطة الفاكهة رمضانية باشتاو عسل ومكسراته كده بعد الفاصل مش عايزينه تقيل كل واحد ممكن نضيف بطبقه نحط له شوية فصدق مقرمش على فكرة ولزيز جدا هتحبوه نحط له شوية الورد بتدي لون حلو بتدي ناكهة حلوة الشربات معمول بماء الورد بيلي او الماء الورد مع الفصدق دايما في الوصفات هتو نوزع هنا وناخد شوية كده زينة المفضلة المفضلة للرمضان بصراحة يعني اول ما حد شوف الالوان دي بيقول رمضان and ترارارا ايه رأيكم يلا نبتدي نحضر مع بعض سلطة الفاكهة الرمضانية نحط ده هنا ونعمل اول طبق او اول كباية انا هنا بحاول الوصفة دي ندخل شوية الفاكهة في فاكهة كتير في الموسم دلوقتي معانا في رمضان فدي هتبقى حلو قوي هعندي هنا افوغادو ضربه مع الحليب وشوية عسل اذا ده افوغادو نخلط خلط مياه مع عسل وحليب وده كيوي مع شوية سكر او عسل زي ما تحبو فراولة ومانجو احنا ممكن نعمل طبقات هنا من العصير ونحط الفراولة ونحط الكيوي الكيوي بقى قوامه زي البودين كده تقيل ننزله اهو ونحطله كمان لا ده افوغادو اللي بقى قوامه تقيل وده الكيوي نقطع بقى شوية فاكهة على الوش واجبة دي ممكن تاخدوها صحور اصلا لانه هي مليانة هتبقى سعرات مفيدة هنحط مثلا شوية تفاح نقطع شوية كيوي اين السكينة الكيوي من الحاجات اللي مليانة فيتامين سي يا جماعة اغلب الحاجات فيها فيتامين سي بتبقى مززة مش شرط بس الحاجات اللي بتبقى فيها فيتامين سي مززة بس المزازة مرتبطة جدا بفايتامين سي هناخد موز قطعوه شرايح على فكرة ممكن تحطولها جرانولا اللي هي من الشوفان معمولة برضو موز واد الكيوي تعالوا نحط فراولة اهو تعالوا نحط عليها القشطة رمضان بقى وكده معلش ناخد قشطة نحط حتة قشطة كده قشطة البلدي الحلوة اهي ونحط لها عسل بس فوق القشطة كده اهو بصوا ويا سلام كمان لو حطنا لها شوية كان ده حاجة بكلها في لبنان هقولكم اسمها ايه اسمها تهيتي مشروب في محل شريع الحمرة في لبنان مشهور جدا ببقى كده باللوز المنقوع من اليوم اللي قبله لوز ناي اهو منقوع بالمي ينقعوا باليوم اللي قبله زي اللي بقى مع الخشاف كده دي كارثة من النكهة الحلوة والسعرات المفيدة طيب اه معانا وقت قدقية كنترول طيب حنعمل ايه في التلات دقيقة ونص تعالوا ناخد طبق ونحط فيه بردو فاكهة نفس الفكرة هطبقها هنا ناخد فراولة ناخد طفاح اه نعمل طبق سلطة ناخد سلطة فاكهة ونحط عليها عصير كمان ونعملها في طبق كده زي الخشاف فكرة الخشاف عصاير مع الفاكهة عندي الكيوي دلوقتي حنحطه حبيتش اقطع الفاكهة بدري لانها بتسود فهحط اهو هتقطع تحت احسن الكيوي عندنا دلوقتي برضو فيه الخوخ اقرب ده جنبي وفيه كمان الموز والفراولة يلا نحط شوية من دول وشوية من التانين هاخد طفاح دلوقتي طفاح هتلاقوني حطا فيه مية مع لمون علشان ما يسودش لانه من الحاجات اللي تسود بسرعة هنحط هنا شوية طفاح نزود عنب هتنفسص العنب العنب سليم زي ما هو هنحطه كده اذا كل الفاكهة المتاحة انا بقول بس يعني فكرة اي فاكهة متاحة عندنا هتنفع نعملها سلطة فاكهة اللي ضربته عصير الفراولة كان يعني بموسمها قوي جبتها وحطتها في الفريزر ومنستخدمها بأي وقت حتى الكيوي ممكن تحطوه بالفريزر أغلب محلات الفاكهة اللي انتوا بتشوفوها بتبقى الفاكهة بتتخزن بموسمها وبعدين بتطلع لما يحتاجوا يعملوها عصير هاخد موز دلوقتي وحنضيف العصير مش هنحط اي محليات غير شوية فوق الاشطا اللي هنحطها شوية عسل لا احنا استخدمنا الكنترول بقولي محليات احنا استخدمنا عسل في كل العصاير واشطا شوية اشطا اشطا حلو اشطا نعدي الاشطا رمضان يا جماعة بيحب الفيء اكلات كده يعني رمضانية منقدرش نعدي رمضان من غيرها بس نزود الفوائد وانتو دايما تحبو تعملو لي اختبار الدقيقة ونص دل في الاخر حاضر لا مفيش هو ولا حاجة هنحط العصير دلوقتي وهنحط الفراولة بصو بقى تحدي نحط فراولة قطعها نصاص تتحدوني وانا نهاردة ايدي واجعاني مش لحق صح خلصنا خلصنا نحط كمان فراولة اذا اتفقنا انه اي فاكهة عندكم موسمية نقلبهم شوية دلوقتي هنديهم العصير هي هي هنحط مانجو نحط فراولة فخفخينة ايه رأيكم ونحط بردو بصو الافو جادو كده الله دي تتاكل كده تتغرف ونحط لها شوية كيوي دي مزازة فوضل القشطة والعسل هنحط كم حتة قشطة كده واحد بقولولي عشرين ثانية هنخلص اتنين وواحدة كمان واخر حاجة العسل والمكسرة تحدي دي فصدق بقى اهو العسل ونديها الفصدق علشان احنا حطين الطبقة الاخرانية خضرة فنديها شوية فصدق اهو وبالف هناء وشفاء ممكن يا كنترول بس اقدمهم قدامنا كده بنكمل صفرتنا and ترارارا كسبنا التحدي بحبكم تابعونا بحلقات رمضان كلها لان احنا يوميا معاكم على الهواء واحدة ساعة واحدة قهراء والناس واحد ساعة اثنين اه قهراء والناس اثنين اللي ما شفش الحلقة من اولها حول القناة دلوقتي حتلاقينا على قهراء والناس تو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة